الروبوتات تستولي على نصف الوظائف في النمسا نصف الوظائف في النمسا ستصبح في عدة الروبوتات في السنوات العشرين المقبلة وفقا لتقارير صادرة عن شركة دراسات رائدة في بروكسل وجدت شركة بروغل لدراسات في بروكسل ان 54.1% من فرص العمل في النمسا في الوقت الراهن سيكون مصيرها الحوسبة مما يعني ان اصحابها سيتركون عاضلين عن العمل في العقدين المقبلين الحوسبة في اماكن العمل بدأت تنافس البشر على وظائفهم وتستبدلهم بآلات اوتوماتيكية الامر الذي يهدد مصدر رزق 54.1% من العمال في النمسا واظهرت النتائج ان دول الاوروب هي الاكثر ارض للخطر من هذه الحوسبة هي رومانيا 62.1% تليها كل من ايطاليا وبولندا وبلغاريا واليونان 56.1% وعلى رغم من ان هذه التقارير لا يوضح تأثير الحوسبة في معدلات البطالة الا انه يتوقع ان تخلق تكنولوجيا وظائف وفرص عمل جديدة مقابل تلك التي تستولي عليها الروبوتات من المرجح ان تعيد تكنولوجيا تشكيل اسواق العمل بشكل كبير على المدى الطويل وتتسبب في اعادة توسيع انواع من المهارات التي سوف يحتاج اليها العمال في المستقبل يقول مؤلف الدراسة جيرني بولز من برودل واضاف من الضروري اعادة تخصيص نظامنا التعليمي للتخفيف من مخاطر الحوسبة والتكيف معامة طالبات السوق الجديد يشار الى ان الدراسة حددت ثلاثة مجالات تعيق سيطرة الروبوتات وهي تلك التي تعتمد على الذكاء الخلاق والذكاء الاجتماعي ومهام التصور والتلاعب وهذا يعني ان الحوسبة يمكن ان تسيطر فقط على اعمال الميكانيكية وليس الابداعية او الترفيهية او الاجتماعية اشتركوا في القناة